بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله ويا مرحبا فيكم بعد الفاصل نلتقي وإياكم مع مجموعة من الشعراء من المشدين من أحد الموهوبين ما شاء الله تبارك الله نبدأ باليمين ونقول حياك الله يا أخونا عبدالله بن علي عزب الله يحيي الله يبارك فيك أخونا وحبيبنا عبدالله ما شاء الله حافظ لكتاب الله عز وجل وكذلك للكتب الستة حفظا عن ظهر غيب الله يوفقنا وياه ويثبتنا وياه ويجعلها إن شاء الله حجة له لا حجة عليه كذلك أخونا وحبيبنا أحمد فتاته حياك الله سيد أحمد الله يبقيك يا عبدالرحمن وأنت معودنا بالشيلات الله يسلم وفخر لي والله أني أسجد الحلقة معك ومع الضيوف الكراء الله يطول عمرك يا مرحبا يا مرحبا كذلك من نجومنا الأستاذ عبدالرحمن بن منصور المالكي حياك الله صحة الله كذلك أحد الشعراء المتميزين والمعروفين هو الأستاذ عبدالله السناني بوسامي حياك الله صلى الله حياك الله أبو عبدالرحمن عبدالله هو من حفظة كتاب الله وخير بداية ما شاء الله نبدأ بيندردش النوياه متى بداي يحفظ ومين شجعه فنقول عبدالله متى بدايت حفظ فولة ابتدائي وولة ابتدائي ما شاء الله وكملت القرآن الكريم وأنت عمرك كم وأنا ثمان ما شاء الله أنت تختم كم مرة تقريبا في الشهر شهر كامل في كل شهر تختم ختمة واحدة حفظا عن ظهر غيب الحمد لله ما شاء الله من اللي كان نشجعك وحرص على أنك تختم كتاب أبوي ومي الوالد والوالدة ما شاء الله ما شاء الله أنت حفظت الكتب الستة كذلك اينا نخبرك رحي مرة جاهز اينا الله يوفق رويه طيب أننا ما نخبرك لكن نسمع بعض المقاطع الأستاذ كاسب بيسألك زيد وانت قدها وقدود ان شاء الله ان شاء الله أنت وين تنت تدرس فيه في ابتدائي اي مدرسة اسمها صيب بن سنان كيف مدرسة اسمها صيب بن سنان ولكن انت تعلم يعني قراءة الحفظ في جامع أنا أذكر جامعيش الناصر الناصر ثم من الآن في جامع الراجحي اينا هذا في السنة ماشاء الله في القوان الناصر ماشاء الله طيب أبو طارد ماشاء الله ماشاء الله تبارك الرحمن نشيد بالأخ عبدالله ماشاء الله أنا توب عبدالله طلعت على شهاداته يعني آخر تسميع قبل ممكن اسبوع كذا وسبوعين يعني على ختمة القرآن يعني كل شهر يسمع يا عبدالله معاه إن شاء الله إن شاء الله نبغى نبدأ نقول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومعا الآخرة هم غافلون ولم يتفكوا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعدل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون حسبك ما شاء الله أي سورة هذه أروم أحسنت ما شاء الله وقضى ربك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما حسبك أي سورة هذه الأحسنت ما شاء الله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بأس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف أولئك هم الظالمون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عبد الله أنتم نيتك بإذن الله في المستقبل وش تكون طالع عمرك أستاذ معلوب قضاء ما شاء الله من الشخصيات اللي أنت تأثرت فيهم أو أثروا فيك في حياتك وخلوك تتشجع أكثر في قضية الحفظ أبوه الوالد الله يطول عمره ويبارك فيه وهو من الفضل ما شاء الله علم وفضل هنيع لك ورزاقك الله إن شاء الله بره بإذن الله عز وجل الله يرضى عليك ونشوفه جل للشباب ونرجع لك بارك الله الأخونا وحبيبنا أحمد أنت متى بديك في النشيد أحمد يطول الأمر من ونا في الابتدائي الابتدائي من اكتشفك من عرف أن هأتي موهبة شعر أو شيء والله الاكتشاف طبعا أنا كنت أنشت في الابتدائي بس ما حصلت اللي يطلعني لكن خشيت المتوسط والله الزاخير ستاديو تاج راسي يرسل علي الحمود جميل طبعا كان في أي مرحلة متوسطة ممكن في ثاني ثاني ما شاء الله يعني في سن عبد الله بس وصلت ما شاء الله فأقول لك برهد الرحمن شاف فيني موهبة أخذني على مكتبة إيش تحفظ وعطيته اللي يحفظنا وسوين حفل تخرج للثالث من توسط وكنت أنا اللي يعني زي ما تقول أنا اللي في المقدمة والشباب من خلفي وما قصروا ما يا الحمد لله ومن وقتها بدأت شد على نفسي نسمع شيء من شبابك أبشر أبشر لك شيء نزل في اليوتيوب أو لك موقع معين لا في اليوتيوب لا في اليوتيوب بس سويت أوبريت أربعة ثمانين السنة هذه في الباح قدام الأمير مشهري جميل كان ما نقول على الرياضي سعيد الثانية يا سلام والله لأيه هناك يا جمعه كيف ما فيكم حميّة كيف صيّح الضحامة تسعونه من يعاوني على ربعين هنيّة من بغا درب المراجل من بغا درب المراجل يمنعونه 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 يا جمعه كيف ما فيكم حميّة كيف صيّح الضحامة تسعونه من يعاوني على ربعين هنيّة من بغا درب المراجل يمنعونه يمنعونه المراجل ما تهيّة هاسويّة كود من عضّن واجد في سنونه انبغيت الشيح درب الطيب عيّة حال في المرد نفسي للمهونه للمهونه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنا نقول لك الموهبة الواحدة وهو في المتوسط أو في التنوي يعني لو قدّر الله هالمدرس ما كان موجود متى هالموهبة بتطلع بتصر عليها وبتقول إلا موجودة ولا والله أشوف الواحد لازم يسحر يعني مستحيل يجي واحد عندك ويقول تعال بكل ما اجتهد النصيب وأنا اجتهدت الحمد الله والفضل الكبير لله سبحانه وتعالى ثم لبولتين شعر علي الدهام ما شاء الله طبعا هذا من الناس اللي في قمة التواضع قمة الأخلاق ورجال شرام يسمع شرواك الطيب طرم تواصلت معه عبر الإنستقرام وعرض عليه وأنا وافقتني ما شاء الله والله يعطيها العافية الله يبيض وجهك والله يبيض وجهك جمع الله حالك نرجع للاستاذ عبد الرحمن أبو منصور المالكي يا مرحبا بك عملكم وينها فيها أو دراستكم وينها؟ والله من جداوي من جدة؟ من شايفين قاعدة تنافر نعم من رخاو شدة النفر الجو هنا يعتبر عندنا جميل جدا يعني مو بشي يوميذ جداوي لا ترى بشي بالبرد ما هو مالك برد لكن مو كده لا بزيجهم فى الرياضة الله عبد الرعب العظم وهي مبارقة وأيام المسرحيات نادي الاتحاد فكنا نسمع عنها شيد وذا ف الحمد لله من اكتشبك من اللي يعرف عبد الرحمن انه هو منشد او انه صراعي شيلات منه والله هو في رابع سداي تقريبا كان الله يقول خير باستاذ عبد العليم العمري يعني صدفة كذا طلعنا سبرق اللي نشيد عبد الرحمن فمشد كان نشيد بنات ليهمو مع درمان فرنش نعم 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 حتى سرتين شدوه في حفلات مع انه حزين لكن في حفلات فالحمد لله الله وفك من توسط طبعا ما كان في شي تعرف فترة ما خلاص ما في احد ما كان في اي عمل ما كان في اي مشاركة للتنوية كانت الحمد لله هي البداية جميل في احدى مسابقات على مستوى جدا الحمد لله يعني حدد المستوى طيب بعدين فترة انقطاع برضو انت يبدو عندك موال عن النبي عليه الصلاة والسلام فخلنا نسمع شيء منه انت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك انت الذي ناداك ربك مرحبا قد فقت يا طه جميع الأمبياء ومن سبحان الذي سواك صلى عليك الله صلى عليك الله اشتركوا في القناة وعالك وعالك صحابتك الكرام جميعهم والتابعين وكل من وعالك اللهم صلى وسلم مبارك على اليوم ما شاء الله ما شاء الله من اليوم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ابو سامي من شعراء الشيلات ولا لا مو بشيلات فصيح وعندك فصيح اي اكتب فصيح واكتب نبطي وعامي ناخذ الفصيح مدام الجو الان جو الرسمي اذا قريبة فان شاء الله انه موجود ان شاء الله ابو سامي وش مشاركاتك اللي قبل اللي طلعت فيها طبعا قبل هذا كان في لقاء بقناة بداية مع استاذ محمد الطلحة حدو وقبله كان فيها امسيتين بالمهرجان عنيزة سياحي عنيزة وانت كاتبن في عنيزة بعد قصايد عزالها اكيد ديرتي ديرتي ندخل على نيزة مين مشكلة اسام بسم الله طبعا عن التفاؤل وعن ال يا سلام والواحد مفروض انه ميضيق صادره صح لانه اذا ضاقت تتسع بعدين اي نعم فتقول اياما كان مثلي بالتياعي وطال الليل بالآهات واعي وضاع العمر منه ليس يدري وليس يحيط علما بالدواعي فاني ناصفا بر امين لكل الخلق اهدي من يراعي جميل قول منبعه غزير تجارب من اتى الاحلام ساعي صحبت الى بلاد الحلم قلبي ركبت البحر مع كبر مطاعي فكان الهم لص قد اتانا وحاول ان يمزق لي شراعي فشاغلني عن الاهداف ليلا فكدت اتيه عن خير المساعي ففر الكبر عني ليس يغني فخلفني وكبري بالتياعي فخلفني وقلبي بالتياعي فصار الليل في صدق ونجوة ابيت الليل بالخلوات داعي فان القلب يشفيه ابتهال ويحل العيش في امل اجتماعي فنحيا بالتفاؤل كل يوم فلا حزن يعود ولا دواعي فربي قد كفاني شر همي وارسل نسمة دفعت شراعي يا شكرا نفضفوك ما شاء الله ما شاء الله اذا ناخذ اياكم فاصل ونرجع اياكم ونكمل مع ضيوفنا الكرام ومع برنامجكم الدلة حياكم الله ويا مرحبا فيكم مع برنامجكم الدلة اليوم نلتقي مع مجموعة من الشعراء من المنشدين من احد الموهبين ما شاء الله في حفظ كتاب الله عز وجل وكذلك في حفظ الكتب الستة حياك الله عبدالله رحي انت كنت تدرس وتراجع اللي هو جامعة الراجحة في مسابقة السنة النبوية من المعلمين او الاساتذة اللي كانوا معك ويتابعونك الشيخ عحمد شبير الشيخ ياسر الشايع انت خذيته المركز ايش الثاني ما شاء الله مركز الثاني على الجامع على الجامع كله في السنة النبوية ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله طيب تبي نختبرك الان اين نحن بنسمع شيء من الاحاديث انا باذكرلك الباب وانت اذكر لي اي حديث تحفظه ما شمال زين طيب خلني اقول لو خذينا عن الاخلاق اذكر لي شيء من ما ورده في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاخلاق فضل انا نفسي رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فحاشا ولا بذاعا وكان يقول لأحدنا عند المقاطبة ما له تريب يمينه ما شاء الله ما شاء الله لو قلتلك عطني شيء عن بر الوالدين انا ابن عامل رضي الله عنه قال قال واجعني يا رسول الله من احق الناس بحسن السحابت قال امك قال ثم من قال ثم امك قال ثم من قال ثم من قال ثم ابوك من رواه الحديثة ابوه ريضة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله لو ذكر سألتك وقلت عطني شيء عن قيام الليل عن ابن عامل رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترقى قيام الليل لو ذكرت لك أنا بتنقلك مع بعض الأبواب اذكر لي شيء عن الرفق بالحيوان قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار موعة في هرهة حبستها لا هي حبستها لا هي أطعمتها حين حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ما شاء الله تبارك الله أعطني شيء عن حفظ كتاب الله عز وجل أو القرآن الكريم أو فضله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيكم من تعلم القرآن وأعلم قلت روه من؟ إثمان خرجه من؟ خرجه مسلم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله إننا بنأخذ أجر إن شاء الله سماع الحديث والتدارس خلنا نقول عن الثياب عن الزينة عن شيء عن نبيه ويهة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسهل من الإزام للكعبين ففن ما شاء الله ما شاء الله إنتو شلون طريقة حفظك كيف؟ أنا؟ يعني هل تكتب الحديث؟ لا أنا ما أكتب الحديث تقراه مرة برتين تقراه وينسم شيء؟ لا أنا أحفظ أول شيء أسمعه وبعدين أحفظ على طول إننا الحمد لله ما شاء الله ما شاء الله عطني شيء في العلم في العلم فضل أنا أبه ويهة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمع قموا في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدغسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم وظحمه وحفتهم الملائكة وذكاهم الله في من عنده من مطأ به علمه لم يسفع به نسبه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رحاني ممكن أن أسألوا سؤال ما يعني ما شاء الله يعني عندك سرعة الحفظ تبارك الرحمن أنا قصتي الخطر هل حفظت شيء أو حولت أنك تخطبه لا وهل في مستقبل أن رحت إن شاء الله تحاول إن شاء الله ما شاء الله طيب شيء عن فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبهي بن كابن وضي الله عن قر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أثلث الليل الآخر قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الضاجفة تتبعها الضاجفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه فقلت يا رسول الله إني أكثر عليك من الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال الرب قال ما شئت قال النص قال ما شئت قال الثلثين قال ما شئت قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا تكفى همك ويغفى لك ذنبك يا سلام ما شاء الله من خرج الحديث ما شاء الله عقني شيء في صلة الأرحام عن جبري بن مطعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم برنامجك اليومي في الحفظ كيف يعني أنت تحفظ الفجر تحفظ الظهر خلنا نأخذ برنامجك من الصبح وش تسوي أنا الصبح أول شيء أقوم أصلي الفجر نعم وأفطر وأروح المدسة أرجع الظهر أحفظ أو أسمع قرآن وبعد العصر أروح الواجحة عشان أسمع والمغي بجأ أذاكر دروسي والإشنا ما شاء الله طيب عطنا شيء نختم لنا حديثا عن فضل الذكر أنا أم محبي تغضي الله عنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم من الضحى وأنا في مصلاي ثم ذهب وصلى وجاء فقال أما زلت في مصلاكي قلت نعم قال قد قلت بعدك ثلاثة كلمات لوزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمد على دخلقه ويضى نفسه وزنت عوش ومجر كلمات ما شاء الله ما شاء الله بعد رحمن فيها عبدالله خلك معي شوي الآن أنت قل طالب ما شاء الله في المرحلة الثانية متوسط كيف توفق بين الدراسة والحفظ يعني بعضهم يحتج وقالي ما أكبر حفظ لأنني عندي دراسة وكذا يعني هل هذا يصعب عليك لا ما في شيء صحب ما في شيء صعب ماشاء الله كم يأخذ منك عبدالله في الواتساب ولا في اليوتيوب تأخذ من وقتك ولا ما تأخذ لا ما تتابع كثيرا أبدا ماشاء الله ماشاء الله الله يصلحك عن ذلك مستواك الدراسي كم تقديرك تقريبا منتاز منتاز ماشاء الله أنا أشوف معك مجموعة من الشهادات ومن وش أحسن شهادك كذا تعتزبها بشكل كبير وشي هذه أشوفك هذه ختم قام فيه ماشاء الله هذه ختمك للقرآن كريم في شهادتان ثانية أنت مجاز بكم خمس إجازات خمس إجازات ماشاء الله ماشاء الله طلعت معنية بعد الله ماشاء الله بيض الله وجهك رفع الله قدرك وشكر الله مسعاك ورحم الله والديك وهنيئا للوالد و للوالدها ماشاء الله هذه التربية بارك الله فيك جزاك الله بيها الله الله قرآننا نور يضيء طريقنا نعم وخيركم من تعلم القرآن وعلمه وإن شاء الله تكسي والديك تاج الوقار بإذن الله عز وجل ماشاء الله ما قلناه شو منيتك قلت أن يصير معلم قراءات ولا لا ماشاء الله ماشاء الله أبو سامي أبو سامي أنت كتبته عن الأب الله وبيض الله أوجك على الكتابة على الوالدين ومتها المعاني الطيبة الجميلة فخلنا نسمع شيء مما يعني كتب طبعا الموضوع هذا أنا حريص على كثير أغلب الكتابات اللي أكتبها سواء قبل ما سلم المنشدين أو أكتبها يعني لنفسي نعم فأغلبهم هذه الموضوع اللي أن يشوف أشعر المنشدين اللي أنشدوا لك من في كثار من بينهم سلوم السلوم نعم وفيها عبد الرحمن الجابر ممتاز وعبد المجيد الدوسري ماشاء الله وفيها عبد المجيد وش أنشل حققت العيدة اللي نزل في ديو كلب العيدة اللي راح نعم ماشاء الله خلنا نسمع عن الأب شيء تمام تقول يا أكمل صورة في ذهني وأكمل من عرف قلبي وأول من زرع فيني طبوع المرجلة والجد حمل همي على كتفه جزاه الخير من ربي وآثرني على نفسه ودائم حاضر بالسعد يبه مهما على شاني أبي حسك هنا قربي يطمن كل أركاني ولا أخشى فعول الضد وأبقى خادم طايع وشورك نور في دربي ينولي متاهاتي وحبك دلني للمجد ودعواتي بك السجدة يدوم العز في قربي ويلقى الخير في عيشه وعزه يسبقه للخلد وسلامكم طبعا هذه أنشدها عبد الرحمن الهجرس من أنشدين عنيزة ما شاء الله ما شاء الله قصية عنيزة وينها عطناها سم يلا طبعا تقول يا قاف لا تنسى معانيك ديره غنى وظلاها بالقصايد والالحان ديره على حبه على حب غيره وكل انتمنى لو فراها لهوطان ما بهديار البلاد الكثيرة الله حباها من جز فضلها الوان لديرة بنية على خير خيرة تجمع أهل علم وهل طيب ويمان في منبع الحب المصفى وضيرة نارد عليها ورد هايم والهان ونقيل منه جلد دار النظيرة تاريخها في جمة المجد عنوان هذه عنيزة حبنا والبريرة هي حبنا اللي ما تقدر بل أثمان في أمسها كانت حضارة كبيرة تسبق إلى نيل المعالي والإحسان واليوم هلها من كرام الجزيرة أفعالهم بطيب في كل ميدان سلامك وانسالم وغانم وبيض الله وجهك وناخذ إذا نفاصل ونرجع وإياكم مع الدلة وضيوف الدلة موسيقى 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 لا ان شاء الله جاية هاي جامل تجيبها من وين والله من الأخ الله جاء خير أبو تركي أكين من جلاجل من جلاجل حاست السيارة شقتها والله بعد رحام حصل نعم أنا حطيتها هي طبعا دلة كبيرة يعني ما يتصورون وارجعوا بالبرامل المضاد طبعا أنا دخلتها داخل الجمس حقي بطولها كم يجي متر و شوي متر و شوي متر و شوي متر و شمانين متر تقريبا هي اللي أثر فيها خشمة دلة هذا يوم حطيتها على جمب و دخلتها قلت ما شاء الله أخذها الجمس مستانس يوم رجيت أنزلها و راحت أسالبك يوم جاء العيدي شوفي أسود قلت هذا أكيد أنه صدى من الجمرة اللي حطينا تحتها تذك نعم يوم دخلت إلى أدخل و صبعيتي شاقت أنها سقفة الموت ياسم ياسم الحمد لله الحمد لله في كلها في ده البرنامج الدلة و يستاهلونه بيض الله وجه بنرجع لأخونا و حبيبنا عبد الرحمن المالكي عندك قصيدة يبدو مؤترة و دائما ترددها وشي هي هذي القصيدة إن شاء الله قريب تردل الله قيل الشاعر السميي والحبيب عبد الرحمن المالكي ماشاعد مالكي في مالكي قد صرفته و ما شاء الله هنا في الحلقة حسنا هذا وش ريلك هذا من قريب نقريب و نعم والله نعم الحلال يروح الفكر في لحظة وفي لحظة يجي ويروح لغمض عين للفرحة وعين الحزن لما حا يماثل وضعنا رسمة عجز لا يحتويها لوح بها وجه الزمان اللي تلاشت باقي يا فراحة أشوف هوا من الذل على نفسي طلوع وروح لأن الموت في ظني على وضاع الزمن راحة هدمنا المجد بيدنا بنينا بنينا للهوى نسروح قسم بالله ما تستر الثياب الضعف وشاحة كفوف الوقت تصفعنا ترى يا وقتنا مسموح تعودنا على صفعك وضيق العمر وتراحة تعودنا نجي نشكي ونستنكر فعل المفضوح بعد ما كان للمسلم قرار بقوة اسلاحة شيك الحاضر على الماضي ونكسات الزمن تنوح قفلنا باب بيدنا وضاع اليوم مفتاحة ظروف الشام والمقدس مع بغدادنا المذبوح تروح جروح تبقى جروح نار الموت قداحة متى يظهر كما خالد وسيف ابن الوليد نوح يرجع يوم ما كف على العاصين سداحة بندعي ربنا القادر كما نجا سفين تنوح ينجي كل مسلم من ظروف زادت جراحا ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله ماشاء الله سمعون عطانا الله يوفقنا وياك عندكم يبدو قصيدة مشتركة بين أحمد وبينك عبد الرحمن بنا في نهاية الحلقة العادة في صيرة ولا طويلة جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا ربي معي فمن الذي يخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبيرا وهو الذي قد قال في قرآنه وكلفى بربك هاديا ونصيرا جهلت العيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا دعني فقلبي لن يكون أسيرا ماشاء الله إننا طبعا حريصين في برنامج الدلة إن نكون نعرض قدر المستطاع من نماذج يعني مشرفة وجميلة ولعل تجبت أخونا وحبيبنا عبد الله يعني في حفظ كتاب الله عز وجل في سن صغير وكذلك حفظه للكتب السن الستة وكذلك المنشدين المبدعين معنا ما شاء الله ومع مارهم يعني أكبر لكن احنا نقول دائما في كل حلقة حكمة بيت شعر شيء أثر فيك دائما تردده خلنا نبدأ بحافظ كتاب الله عز وجل وعليمين عبد الله حكمة دائما ترددها أو حديثا في ذهنك حاء عالق واش تقول إنما العمر بالنية وإنما لكل مرئ ما ناو ما شاء الله ما شاء الله شيخ أحمد والله يا أبو عبد الرحمن كلمة الوالد دائما لي معرفة الرجال تين شراء تين شراء ويعني زي ما تقول إيش أنا والله العظيم متشرف فيك أبو عبد الرحمن الله يرغب وفي أخوي عبد الرحمن وفيكم جميعا صراحة وإنما أحب أوجه كلمة طبعا الفضل الكبير لله سبحانه وتعالى ثم أدعاء الوالدين الحمد أخوي ووالدة وشخص إنسان يعني هذا أخوي اللي ما جبت أمي محمد الراشد أمانة هذا الإنسان محمد الراشد تعب معي في الأبورية تعب يعني أوجه لتحية شزاها الله خير وأسأل الله العظيم أن يرزقوه على قدريته هذا الإنسان أن المعمال وبالنية وإنت قلت هالرجال مكسب بيضى الله وجه أستاذ عبد الرحمن دائما في حكمة جميلة يقول لك أنت من تحدد قيمة نفسك يا سلام فلا تصغر من شأنك حين ترى فخامة الآخرين فلو كانت القيمة وتقاسه بالأوزان لكانت الصخور أغلى من المس يا سلام فدائما الواحد كلما تثبت كلما كانت هذه من شدة الهمة لديه والعزم وبرضو يعني الواحد يتفعل بخير دائما يا سلام أبو شامي سلام عبد الله عبد الله ناخد حلقة ويعنس ماكم قلها طبعا فيها بيت أبو البقاء الرمدي اللي يقول إذا ما لا تبع سقوط أندلس لا لكل شيء ما لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغرى بطيب العيش إنسانه هي الأمور كما شاهدتها الدول من سره زمن ساءته أزمانه يا سلام يا سلام يا سلام أبو طارق أنا كالعادة يعني أحب أنا إلى شيء معين دائما أقول قل لي من تصاحب أقول لك من أنت يا سلام أنا بقول الدين يسر الدين يسر والدين الحمد لله إذا خذه الواحد بسهل وسيء سورة يعني بحمد الله عز وجل هو سعادة وتوفيق ونجاح وفلاح بإذن الله عز وجل سعدت بتقديم هذه الحلقة إلى أن نراكم في حلقة قادمة من برنامجكم الدلة سبحانك الله ومو بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك حقوقكم الله مع السلام بمحتوى طرحة متعامة مع فرحة والنفس منشرحة بالصوت والصورة في محتوى طرحة متعامة مع فرحة والنفس منشرحة بالصوت والصورة